بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية وموسى إلى أفراد أسرة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومما جاء في برقية جلالة الملك تلقينا بعميق التأثر نبأ وفاة المرحوم عبد العزيز بوتفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تغمده الله بواسع رحمته وأسدل عليه أرضية غفرانها وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة المحزنة لأفراد أسرة المرحوم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا وتعاطفنا معكم في هذا الرزء الفادح الذي لا رد لقضاء الله فيه سائلينه تبارك وتعالى أن يلهمكم أجمل الصبر وأوفى العزاء واتبع جلالة الملك وإننا ونحن نشاطركم أحزانكم لندعو الله العلي القدير أن يجزل ثواب الفقيد المبرور وأن يسكنه فسيح جنانه ويتقبله في عداد الصالحين من عباده المناعم عليهم بالجنة والرضوان